موسيقى خلال استقباله مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيس السيسي يؤكد أهمية دور المكتبة في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية مدبولي يتابع مع ممثلي قطع الدواء سبل توطين الصناعة وزيادة التصدير ويؤكد أن الحكومة ستعمل مع القطع الخاص لتزليل إيقائية عقبات تواجه قطع الدواء مصدر رفيع للحكومة مستوى ينفي ما يتم تدوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنصيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريت نشطة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر وتعميق المعرفة والعلم وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي وخلال استقباله لمجلس أمناء ومدير مكتبة الإسكندرية أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكمل مكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة منهم الدكتور مجدي عقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية والسيد ميجيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمماثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربية الأسبق والشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة والسيدة ساميانو كرومة والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتب المصريين وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة للمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها أثرية وتاريخها الممتد كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ومن جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاءا بأعضاء المجلس التصديرية للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية خلال هذا الاجتماع أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم أي دعم ممكن لقطاع الصناعات الغذائية لتعظيم الصادرات كما وجه مدبولي بتواصل الوزراء المعنيين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتذليل أي عقبات كما كلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الصحة والهيئة القوية لسلامة الغذاء بهدف الإسراع بفحص الصادرات من المنتجات الغذائية بما يسهم في زيادة الصادرات عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبدولة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية خلال الفترة الماضية خلال الاجتماع أكد مدبولي الاهتمام بمتابعة عمل الهيئة بصورة دورية بهدف حلائية مشكلات وذذليل العقبات ما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبي بأسعار مميزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقاومات وإمكانات كبيرة فضلا عن أن القدرة التصديرية بهذا القطاع جيدة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي قطاع الدواء في مصر لبحث سبول زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وأراء تطويره وتحديات التي تواجهه وأضف مدبولي أن قطاع الدواء يواجه تحديات مؤكدا أن الحكومة ستعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبات تواجه القطاع وأوضح أن أي مواجهة لأي مشكلة ستكون مشتركة وسنعمل على حلها هذا وقد كلف رئيس الوزراء بإعداد ورقة عمل وتصور واضح بشأن دعم صناعة الدواء في مصر وزيادة نسب التصدير أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين القيادة السياسية والشعبين الشقيقين في مصر والسعودية مشددا على السعي بصورة دائمة لتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقائه السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالقاهرة من جانبه عرب السفير أسامة النقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر وتقديره للحفاوة التي رفقته خلال السنوات الماضية في القاهرة والتعاون الذي حظ به من جانب الدولة مؤكدا تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء الدائم بها التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية جامبير بيمبا جومبو وقد تناول هذا اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية وذلك في ظل الظروف وتحديات الراهنة كذلك التفاهم بشأن زيادة أوجه التعاون العسكرية بين البلدين في العديد من المجالات التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد جامبير بيمبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم أفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكل الجانبين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية مشيدا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن يوجود أي نوع من التنصيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنصيق معها بشأن معبر رفح أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع على سياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيرتي الهولندية هانكا سلوت وذلك للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة حيث شدد شكري على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقرارات الشرعية الدولية كما استعرض الموقف الحالي أيضا بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البرية بما أدى للحيلول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع مشددا على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال من جانبها عربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبدلها مصر لحل أزمة قطاع غزة والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة مستخدمة في ذلك أساليب مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية في منطقة مكتظة بالمدنيين وفي سبيلها لنفي الانتهامات عنها تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال واتهام أطراف أخرى بالتسبب بالكارثة الإنسانية بقطاع غزة فيما تقف مصر أمام المحاولات الإسرائيلية لترويج مثل هذه الأكاذيب شاهراً سلاح التجويع لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصراً على غلق المعابر خاصة رفح وكرم أبو سالم في إطار سياسة ممنهجة لكسر إرادة الفلسطينيين مع تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة يستحيل العيش فيها وهو ما يجعل التهجير قراراً قصرياً أو طوعياً لأكثر من مليوني شخص تلاح بالحقائق كعادته يلقي الاحتلال بمسؤولية عدم نفاذ المساعدات على مصر والأمم المتحدة لكن مصر بالمرصاد واقفة تفند هذه الأكاذيب وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الفلسطينية حمل مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الاحتلال مسؤولية عدم نفاذ المساعدة إلى قطاع غزة بلا هوادة أو كلل ستعمل مصر لإيجاد الوسائل لضمان النفاذ الآمن والعاجل للمساعدة الإنسانية اتساقاً مع واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق هو الأمر الآخر الذي أكد مندوب مصر الدائم عليه لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية للعملية العسكرية في رفح أو للدعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التدعيات الإنسانية والتي ثبت مراراً عدم مصداقيتها فقد وصل الأمر لحد المجاعة في غزة كما تقبرنا تقارير الأمم المتحدة مندداً تحدث رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في الجلسة عينها مطالباً مجلس الأمن باستخدام أدواته لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستؤرق ضمير العالم لفترة طويلة بعد نهاية هذه الإبادة وهذه الإبادة يجب أن تتوقف والآن لقد تحدثنا مراراً وتكراراً وشعبنا لا يزال يقتل كل يوم ولذلك أود أن أقول ما يلي اليوم مليوني شخص فقدوا أحباءهم خلال الأشهر السبع الماضية فقدوا أفراد عائلتهم فقدوا أصدقاءهم فقدوا أعضاءهم فقدوا منازلهم وفقدوا مجتمعاتهم مدارس وجامعات ومستشفيات دمرت واهمة تظن نخبة المجتمع الدولي أو كما يطلقون عليها أن التاريخ سيمحو أو يتغاضى عن جرائم الاحتلال الموثقة بالصوت والصورة أو سينسى الازدواجية في التعامل في ما يحدث في غزة بل إن المجتمع الغربي تمادى ليوفر غطاء سياسياً وعسكرياً لإسرائيل وهو ما اعتبره نظام نتنياهو ضوءاً أخضر ليعيث فساداً في الأرض وحتى تتبدل الأحوال تبقى يوميات الفلسطيني إما باحثاً عن مكان آمن وهو حلم بعيد المنال أو لقمة يسد بها رمق من تبقى من عائلته أو أشلاء خيمة لا يكاد ينصبها حتى يلملمها مرة أخرى كما يلملم جراحة حفى منصق الأمم المتحدة لعملية السلامة في الشرق الأوسط تور وينسلاند الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على مضاعفة الجهود والعودة إلى طاولات المفاوضات فوراً وبحسن نية لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الإغافة للسكان المدنيين أعرب وينسلاند في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن التوجه الحالي بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تقود جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين وأكد وينسلاند عدم إمكانية توصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلاً سياسياً في الأساس وقال إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم ثمانية وزراء من غزة تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة سياسياً واقتصادياً وإدارياً أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى خمسة وثلاثين ألفاً وستمائة وسبعة وأربعين شهيداً والإصابات إلى تسعة وسبعين ألفاً وثمانمائة واثنين وخمسين وذلك منذ السابع من أكتوبر الفين ثلاثة وعشرين وفي بيانها اليومية أشارت لسلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في القطاع ما أصفر عن وصول خمسة وثمانين شهيداً ومائتي مصاب إلى المستشفيات وذلك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والذي يشهد قصفاً إسرائيلياً عنيفاً جواً وبراً وبحراً ذكرت توكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم انتشال ثلاثة شهداء وعدد من المصابين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة كما انتشلت تواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني عدداً من المصابين نتيجة إطلاق نار من طائرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين خلف جمعية المعاقين جنوب مدينة رفح الفلسطينية أدان الأمين العام لجامعة الدول للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلية على جنين والتي أصفرت عن سقوط سبعة شهداء وعشرة مصابين وأكد أبو الغيط أن التحركات العالمية بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية لم تؤدي حتى الآن إلى رضع الإجرام الإسرائيلي محذراً من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يهدد بانفجار كامل هذا وقت حمت قوات الاحتلال مدينة جنان ومخيمها وسيرت آليتها في شوارع جنان وحيفا ونبلس وطريق برقين ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنان ووادي برقين ترجمة نانسي قنقر حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى إسرار الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين على الرغم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية السلوكيات الإسرائيلية الخطيرة التي تدفع بالمنطقة برمتها نحو الهوية أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء ووزير دفاعه وقادة من حركة حماس لا يزال بحاجة إلى موافقة قضة المحكمة وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في حال صدور مذكرات اعتقال فإنها ستعرض المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس لخطر الاعتقال ورسلهم إلى لهاي للمحاكمة إذا سافروا إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة والبالغة عددها 124 دولة وتشمل معظم الدول الأوروبية في وقت تجد فيه إسرائيل دعما أمريكيا كاملا على مختلف الأصعدة رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين إلى أن القليل من المؤسسات الدولية ربما لا تصل إليها السطوة الأمريكية فقررت ولو متأخرا محاسبة إسرائيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوان إسرائيل المستعر على قطاع غزة وأوضح خان أن الأدلة التي جمعها مكتبه تظهر حرمان إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات بقائهم الإنساني وأن نتنياهو وجالنت يتحملين المسئولية عن تعمد إسرائيل التسبب في معاناة بالغة وعمليات قتل للفلسطينيين بوصفها جريمة حرب ورغم طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال أخرى بحق ثلاثة من قادة حركة حماس لكن الجديد هو سعي المدعي العام للمحكمة للتدخل للمرة الأولى في الصراع بالشرق الأوسط طلب المدعي العام للجنائية الدولية قوبل بتأييد من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول من بينها بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا لكن الرفض الإسرائيلي كان قويا إذ أعرب نتنياهو عن رفضه مقارنة المدعي العام بين إسرائيل وحماس واصفنا الخطوة بأنها تحريف كامل للواقع يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين أمر شائن بينما أشر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى أن المحكمة ليس لها ولاية على إسرائيل أو الولايات المتحدة واللتان ليست من بين أعضاء الجنائية الدولية كما أعلنت بريطانيا أن الإجراء ليس مفيد وقد يتسبب بتقويد جهود إحلال السلام في المنطقة على الجانب الآخر ورغم تأييدها الشقة الخاص بإسرائيل من الطلب أكدت حركة حماس أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادتها يعد مساواة بين الضحية والجلاد مطالبة بإلغاء هذا الطلب الأمر الآن بيد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالجنائية الدولية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال لكن المعضلة الكبرى هي عدم امتلاك المحكمة كما العدل الدولي أيضا وسيلة لتنفيذ مذكرات الاعتقال وصف الكراملن استعداد الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بالأمر الغريب للغاية بعدما سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائي بنيمين أتنياهو ووزير دفاعي وآف جالنت في تصريحات له قال المتحدث باسم الكراملن دماتري بيسكوف إن موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أسلوب العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتجاوز حد الغرابة أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفض تأييد بلاده لمسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين واستمرار عمان في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي مع نظير السويدي توبياس بليستروم في عمان شدد الصفض على أهمية حل دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدعي العام في المحكمة طلب إصدار موقفات مذكرة توقيف نحن ما نقوله بشكل واضح أن القانون الدولي وجد ليطبق أن منظمات العمل متعدد الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها لا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق لتأخذ هذه العملية مداها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها عندما تستمر من جانبي أكد وزير الخارجية السويدية التزام بلادهم على الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل أحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرة والمحتجزين أشار وزير الخارجية السويدي إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية لافتا إلى استمرار ستوك هالم في دعم الجهود الإنسانية للمنظمات الإغاثية في قطاع غزة على إسرائيل أن تتزم بالقوانين الدولية والإنسانية وتوفير المعابر التي بإمكانها إدخال المساعدات الإنسانية ومنذ تشرين الثاني زدنا حجم المساعدات الإنسانية بحوالي 45 مليون يورو في الأسبوع الماضي زدنا ذلك أكثر بعشرة ملايين يورو إضافية والتي سوف تبدأ إلى برامج المحلية ويونسيف واليون اف بي اي انسحب العشرات من الخريجين من حفل بجامعة يئيل الأمريكية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة والعلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع أسلحة فضلا عن طريقة تعاملها مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين أثار الانسحاب عاصفة من هتفات التشجيع من طلاب آخرين داخل حرم الجامعة لكن الاحتجاج كان سلميا ولم يوقف المراسم كما لم تتم الإشارة له على المسرح جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي التأكيد على استمرار جهودها ومساعيها لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين شددت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للبرلمان على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وتخذي قطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة نثمن ما قام به القادة العرب على مستوى قمة البحرين دعينا إياهم إلى تضافر كل جهود لبلغ هذا الهدف الأسمى الذي نسع إليه جميعا الشيء الآخر الذي أكيد سوف نتحدث عن وضع الحالي في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من إبادة للشعب الفلسطيني من خلال هذا المتقاطرس الذي للأسف ينقى بعيدا عن كل القانون الدولي وعن كل القارات هيئة الأمم المتحدة بل ذهبوا إلى تقطيع ميطاق الأمم المتحدة وبالتالي داعينا طبعا كل شعوب العالم الحر سواء شعوب عربية وإسلامية أو شعوب إفريقية أو شعوب العالم الحر إلى تضافر جهودهم كاملة ببلغ ما يسمى على الأقل توقيف الحرب هذه وفتح المعابر لحصول الشعب الفلسطيني في غزة حتى وفي الضفة الغربية على الغذاء وعلى الدواء لينعم بحياة كريمة كبقية الشعوب العالم انفتاح تم على الدول الأوروبية وده كان جديد في القضية الفلسطينية نشايفين طلبة الجامعة وشايفين الشعب الأوروبي النهاردة رافض النظام الذي يقوده رؤسائه ورفضين طبعا من دفع درايب من دماء اسفاف للأطفال والنساء وبأكد أن مصر مستمرة مستمرة بقرار السيد رئيس الجمهورية عفتاح السيسي هذه القضية قضيتنا الشخصية مصر هي أول دولة وكمان كل الدول العربية لمساندة القضية الفلسطينية بس احنا عشان دي حدود فالحمل علينا ربنا يقدرنا عليه ويقدر السيد رئيس الجمهورية عليه وبنقول كفاة تشكيك في دورنا في مساندة القضية الفلسطينية التاريخ يشهد مصر دا حتقد إيه فازي القضية أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تم بذل جهود مكثفة في الأشهر الأخيرة بمشاركة مصر وقطر للتواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وخلال جلسة للكونغرس الأمريكي أضاف الوزير الأمريكي أنه يعتقد أن ذلك ما يزل قائما وفي سياق آخر أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن استعداده للعمل مع الكونغرس للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية إن إسراءات has used U.S. provided weapons in instances inconsistent with international humanitarian law Given this assessment, why did the State Department conclude that Israel's assurances that it was not using weapons in a manner inconsistent with international law are in fact credible and reliable? Thank you, Senator. We've said two things from day one since October 7th. One, that Israel not only has the right, it has the obligation to defend itself and to try to make sure that October 7th never happens again. ومعبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من واصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغزائية المزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما زال القصف مستمر على رفح الفلسطينية والضرب المدفعي وأيضا اشتبكات المقاومة في شرق بدينة رفح الفلسطينية ومنذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مواد غذائية مستلزمات طبية ومواد بترولية مثل الغاز والسولار وهي من الأشياء الأساسية الآن لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية بالطبع مصر لم توقف مسعيها المختلفة للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا المساعدات الإغاثية وهذا الملف الذي تدخلت به مصر منذ اليوم الأول نرى الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية على جانبي الطرق في رفح والعريش وأيضا في المخازن اللوجستية المختلفة أكثر من 14 يوما وهذه الشاحنات متوقفة في انتظار دخولها إلى الجانب الآخر للتخفيف عن كهل الأشقاء في قطاع غزة ولكن بالطبع هذه الشاحنات كانت تدخل من بابة نابة رفح المصرية فتمنعها قوات الاحتلال من الناحية الأخرى أو حتى هذه الاشتباكات المستمرة هي توقف أيضا دخول هذه الشاحنات لذلك مصر حملت قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة أيضا مقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحدثت وقالت أن الوضع أصبح كارفي بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة وأن ما يحدث هو بالفعل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تتكبها قوات الاحتلال وأيضا برغم حديث المدهي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي تحدث عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلا أن الجهات الإسرائيلية صرحت أن هذا لن يوقف هذه العملية العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية أو حتى غزة بشكل عام وهو أيضا ما صرحت بمصر أنها ستشارك جنوب أفريقيا في الدعوة المقدمة ضد الإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية يعني المساعي المصرية لا تتوقف وهذه هي الصورة لا تختلف من أمام بوابط نابة رفح المصرية والآن أعود عليكم مرة أشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها بعد جنازة شعبية في تبريز جثمان الرئيس الإيراني يصل إلى العاصمة تهران ضمن مراسم التشييع وصل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجثمين مرافقي إلى العاصمة تهران في سياق مراسم التشييع بعد مصراهم في حادث تحط مروحية كانت تقلهم في شمال غربي إيران وقبل وصول الجثمين طهران توفدت حشود من الإيرانيين على الساحة الرئيسية بمدينة تبريز في جنازة شعبية ومن المقرر أن يؤدي المرشد الإيراني الصلاة على الجثمين في طهران عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة غدا الأربعاء اشتركوا في القناة أعلنت السلطات الإيرانية انتخاب محمد علي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في البلاد انتخب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية خمسة وخمسين صوتا لمدة عامين بحسب النظام الداخلي للمجلس جرت انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب ثمانية وثمانين نائبا في بداية مارس الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامية وتعد مهمة مجلس خبراء القيادة الأساسية هو انتخاب المرشد الأعلى وولاياته تمتد لمدة ثماني سنوات ويتم انتخاب أعضائه وذلك من قبل الشعب ترجمة نانسي قنقر استهدفت قوات الحوثي طائرة أمريكية مسيرة من تراز مكيو ناين فوق محافظة البيضاء جنوب البلاد وأعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصناع قالت أنها ستنشر مقاطع مصورة للعملية يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ وذلك في جولة الشرق أوسطية تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع لمؤصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هجمات قوات الحوثي المستمرات تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة وأكدت دعم الولايات المتحدة بقوة للسلام الدائم والشامل في اليمن وحثت على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة قال وزير الخارجي روسي سرغي لافروف أن حلف شمال الأطلنطية بقيادة الولايات المتحدة يحاول جر مزيد من الدول لأنشطة مناهدة لروسيا وفي تصريحات له عاقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة تشنغايل للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا أضاف لافروف أن واشنطن تسعى لإنشاء تكتلات في منطقة شرق أسيا مشيرا إلى أن موسكو لا تستبعد أن تخطط واشنطن لتفاقم الوضع في أسيا لا سيما فيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية أعلنت أستراليا ونيوزيلاندا عن إرسالهما ثلاث طائرات لإجلاء المئات من الساحين العالقين في كالدونيا الجديدة وذلك بسبب للطرابات اندلعت للطرابات بعد إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل يهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين مع أثار احتجاجات واشتباكات في الإقليم الفرنسية وقد أرسلت فرنسا قوات أمنية لاستعادة نظامي والهدوء فيما تم فتح بعض المتاجر التي أغلقت بسبب للطرابات أعلنت السلطات التايلندية مصر شخص وأصابت ثلاثين آخرين جراء تعرض طائرة كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة لإطراب جوي حاد وهبوطها اضطراريا في مطار سوفارنابومي الدولي ببانكوك وقال المدير عام المطار أن الطائرة تعرضت لمطب جوي وهي في المجال الجوي التايلندي قبل أن تواجه إطرابات جوية حادة وأوضح أن المتوفى بريطاني الجنسية يبلغ من العمر سلسة وسبعين عاما من المحتمل تعرضه لأزمة قلبية وضف أن سبعة من المصابين في حالة خطرة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطية الفريق يانوش أدمزاك وتناول هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطية وبحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنصيق الجهود بين كافة القوى لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة فيما أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطية بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين مشيرا إلى الدور المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة على السحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الألكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بايع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآة الصحية وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم رحب سفير مصر في اليونان عمر عامر بقرار محكمة مدينة كالماطا اليونانية بتبرئة المواطنين المصريين التسعة من التهم المنسوبة إليهم في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية وذلك في يونيو من عام 2023 أوضح السفير المصري أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع المواطنين التسعة وحرصت على زيارتهم بشكل دوري في محل احتجازهم للتأكد من توفر احتياجاتهم المعيشية فضلا عن حضور ممثل السفارة في كافة جلسات المحاكمة مضيفا أن قرار المحكمة بتبرئتهم من كافة التهم المواجهة إليهم يؤكد الثقة في حيادية القضاء في اليونان أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ويسابورت والتي تستهدف كافة الجامعات المصرية المختلفة حرصا على بناء شخصية الطلاب والوعي القومي لديهم وفي جامعة الزقزيق قامت مبادرة ويسابورت بدعم الطلاب من خلال منحهم بعض الهدايا الرمزية ودعمهم ببعض الكلمات الملهمة قبل دخولهم لجانة الامتحانات نحن النهاردة في المحطة الثالثة لمبادرة ويسابورت يمكن بدأنا في جامعة طنطة يوم 16 مايو وانطلقنا من جامعة طنطة لجامعة عين شمس ثم جامعة الزقزيق المبادرة عبارة عن ان احنا موجودين نهاردة مع الطلبة في اللجان الامتحانية قبل اللجان وبعد اللجان بنقدم لهم الدعم النفسي وبنقدم لهم بعض الهدايا البسيطة من مؤسسة حياة كريمة وفي نفس الوقت كمان بنعلن عن البرامج بتاعتنا الخاصة بصيف 20-24 واللي بنستهدف فيها الاستثمار في الشباب واستثمار وقت الشباب كمان خلال الأجازة الصيفية مؤسسة حياة كريمة بستهدفها معظم الجامعات المصرية ده بناء على البرتكول الموجود ما بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات احنا متواجدين في كل الجامعات زي ما حضرتك قلتي كده بالتنسيق طبعا مع رئاسة كل جامعة بالجداول الامتحانية اللي احنا بنطلع عليها وفي نفس الوقت بنختار اليوم اللي بنقدر نشارك فيه مع الطلبة اللي عندها مدحانات يعني احنا عندنا عدد متطوعين الكبار هنا في محافظة الشرقية واحنا نزلين كلنا جميعا بكافة تشكيلنا هنا النهاردة في كامعة الزازي ندعم طلبنا احنا عندنا امتحانات امتحانات الفرقة الرابعة النهاردة وضمن مرحلة البكاريوس فاحنا طبعا يشرفنا ان يكون مبادرة حياة كريمة وكل المبادرات الخاصة بالرئيس طبعا في جميع المحافظات دي حاجة ممتازة للطلبة وحاجة مشجعة وحافظة ليهم ان هم يتقدموا لمبادرة حياة كريمة ويكونوا افراد متعاونة فعلا في كل المبادرات الخاصة بالدولة ومعالي الرئيس ومنعرف الطلبة اللي عندنا ان احنا عندنا مقر الموصينا في الشبقية اللي هو حد حاب يتطوع علشان نطور فعالات التطوع جوه المحافظة ونحس الطلبة على التطوع داخل موسيسة حياة كريمة احنا معاك احنا بندعامك احنا وقفينك بوراك دي طبعا تشجيع للطلبة وتحمسهم وتحفزهم وتعرفهم بالمؤسسات الوطنية اللي بتشغل في زي مؤسسة حياة كريمة بنقدم لهم دعم نفسي لتخفيف ضغوط الامتحانات وضغوط اللي عليهم بشأن الامتحانات بنقدم لهم هدايا بنقدم لهم دعم نفسي الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة نتابعها مع ليلة عمر إليك ليلة شكرا لكم ريهام وأده وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الاقتصاد في هذه النشرة تنطلق غدب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 تعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبداللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربية أعلنت الحكومة تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري تبدأ من يوم السادس من يونيو المقبل ليبدأ سداد ثمانية مليارات جنيه إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل وهما السابع والعشرين من يونيو والثامن من أغصص وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحنات الثلاثين من يونيو لعام 2023 وبنفس الضوابط السابقة وأكدت الحكومة أن إجمالية قيمة دعم الحكومة للمصدرين والذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصدرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها انخفض معدل تضخم السنوي في بلغاريا إلى متوسط منطقة اليورو بنسبة 42.4% في إبريل الماضي مما يعزز فرص البلاد في اعتماد اليورو بدءا من عام 2025 وأوضحت وزارة المالية البلغارية أن البلاد قد تستوفي معيار استقرار الأسعار قبل نهاية العام الحالي مما يتيح لها الانضمام إلى منطقة اليورو مشيرة إلى أن البلاد ستقدم تقارير إضافية عندما تستوفي هذا المعيار مؤكدة على الإرادة السياسية القوية لدى سلطات صوفيا للانضمام إلى منطقة اليورو احتلت فرنسا المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمؤشر تنمية السياحة والسفر للعام الحالي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بعد الولايات المتحدة وأسبانيا واليابان ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تتعافى صناعة السياحة العالمية من آثار جائحة كورونا وأن تتجاوز هذا العام المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لرهام وأدى لختم النشر إليكم شكرا لك العلامة ونختتم هذه النشرة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء خلال استقباله مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور المكتبة في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية مدبولي يتابع مع ممثلي قطاع الدواء سبل توطين الصناعة وزيادة التصدير ويؤكد أن الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة تواجه قطاع الدواء مصدر رفيع المستوى ينفي ما يتم تدوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنصيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء